احنا مبسوطين ان الخريف جاي لكن طبعا فيه مرضى الحساسية الصدر والجيوب الأنفية بيعانوا معاناة جديدة جدا في هذه الفترة يعني طبعا تغيير الفصول دايما بيحمل وياه يعني التقلبات بتخلينا يعني مرضى الحساسية بالذات هما اللي اكتر عرضة لهذا فصل الخريف طبعا تميز برضو بشوية رياح والحاجات دي حاجات دي بتتنقل حبوب اللقاح وبتقلي فيه شوية اتربة في الجوف ده ممكن يسير بعض الحساسية عند مرضى حساسية الصدر او مرضى الجيوب الأنفية والتغيير المفاجئ برضو في الدرجات الحرارة بيعمل تأثير لانه بيقلل مناعة الجسم لكن الحمد لله التغيير مش مش كبير لسه بدرجة الحرارة ويمكن فصل قريب بقى دلوقتي احسن فصول السنة عندنا في مصر فيه ناس بتعتبروا هو الربيع الحقيقي بالنسبة لنا في مصر يعني بس للأسف بيبقى احيانا في بعض الاتربة بيبقى في يعني بعض العوامل اللي بتترب زي ما حضرتك قلت بيعاني بسببها دخول المدارس ده من ضمن الحاجات اللي تبقى لا ده ده عوامل نفسية ده وغطي نفسية ومادية فكرة انه ازاي مرضى الصدر ومرضى الحساسية ازاي ممكن هم يقوا نفسهم ان هم يتعرضوا للمتاعب بسبب الرياح الموجودة او الاتربة الموجودة في الجو يعني مريض الحساسية مفروض طبعا يخلي باله لو جو فيه تراب او غبار او فيه عواصف او حاجة ما يخرجش يعني مفروض لما بيقى فيه عواصف ما يخرجش من بيت الا لسبب ضروري انما ازا كان جو يعني عادي ممكن لما يخرج برضه يعمل حسابه انه هو يبقى يلبس كمامة او يبقى معاه منديل ورقي منديل ورقي ده يبقى يستخدمه يعني على حسب الحالة فيه اطربة يستخدمه مفيش برضه ياخد ادويته بانتظام يعني مرض الحسية الانف فيه بخيخات انف لازم يستخدمها باستمرار حسية الصدر برضه فيه بخيخات للصدر لازم يستخدم هذه الادوية بانتظام مش عند اللزوم زي ما بعض الناس يقولك انا باخدها عند اللزوم لا دلوقتي الامراض دي امراض بنسميها امراض مزمنة يعني مزمنة زي السكر والضغط بتحتاج لعلاج مستمر وبعض الاحوال بقى فيه حاجات حالات حدة على الازمة المزمنة او على المرض المزمن هي دي اللي بتتطلب تدخل الطبيب وتدخل في ادوية اخرى بتغيير الادوية اللي مستقرين عليها